بسم الله الرحمن الرحيم نكمل الجزء الثاني بتاع الكات مصل سيستم هنبدأ نضيف موديفير بسيط جدا جدا على الاسكان بتاعي واقول له خد لي واعمل لي تفاعل مع العضلات اللي انا حطتها مش كل العضلات انا بس هختار عضل او اتنين فيهم يعني مش مشكلة خلينا بقى نشوف لو انا هختار المش ده بتاع ده اسمه مش اوكي الجسم يعني وبعدين هنيجي على حاجة اسمها سكن راب سكن مورف ينفع ينفع كويس جدا في الحاجات دي مفيش مشكلة او الاسكن راب انا اشتغل على الاسكن راب اوكي لان الاسكن مورف ده يعتبر حاجة لوحدها لكن الاسكن راب باعتمد فيه على اللي انا بعمل بيك للعناصر التانية اللي هي سهل العضلات ده منظر الموديفير هو بسيط جدا نفوش اي حاجة انا كل اللي انا هعمله في البرامترز هقول له اد واختار العضلات اللي انا عايزة هختار العضلات دي اوكي بتنزل لي اسم العضلات دي ويستحت انا اكون انا اصلا كنت مسميها قبل كده عشان مطلخبطش هو المفروض ان هو يعمل لي بقى ايه لما يتنى الدراع هيبدأ يعمل بتاعي اه ده عامل ده عامل ده عامل ده عامل نشوف سهل لان العضلات نزلت قوي هشوف كده وآآ نعمل آآ بتاعنا انا مش شايف اصلا الهاندر فين اللي هو هين هنا ده مسؤولة عن الجزء ده هطلعها فوق شوائي لو حد شايف الهاندر يقول لي يعني الهاندر فين ده فوق هيعدل لي شاكل العضل على طول لو جيت عملت كده اف تلاتة العضلة بانت وبقت شكلها كويس اهي بتاعنا نشوف كده اه ده فيه ديفرميشن وفيه شكل العضل طبيعي جدا جميل جدا اوكي كويس هنمسك بقى العضل التاني موضوع بسيط يعني وفيش اي مشكلة ولو في حاس حصل حاجة زي كده انا مستعد الاستفسارات لو حاجة وقفت معاكو يعني اا اا اد بتاني نفس العضل التاني بقى اللي هي الترايسيبس نشيل الاد خالص ما نشوف كده شايف هنا هتبص تلاقي لو انا اا ضيعت كده الاجستي خالص هتبص تلاقي بقى بدأت العضلة فيه 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 هنا عضلة بتتحرك فيه هنا عضلة بتتحرك اهي اوكي هشيل بقى العضلات دي واشوف منظر الجسم هنا عايزة شوية تعديل لا هنا لازم يكون فيه تعديل شوية هنمسك اا العضلة ونيجي عند الهندلر على قد ما نقدر ما نشوف بس اخره هيكون فين كده بتبدأ الهندلر يأثر على الجزء ده طيب هنشوف شكل العضلة نفسها شكل العضلة نفسها احنا ممكن نعمل بوينت احنا كنا بدئين من الشمال اعتقد انها توقع من هنا وناخد البوينت دي ونشوفها نطلعها فوق ولا تحت عشان تضبط لي شكل العضلة هنزلها تحت وناخد البوينت دي نطلعها شوية كده نعمل بوينت تانية نحاول نحاول يعني نزبط شكل العضلة بقدر الامكان طبعا ما كانش المفروض لان العب في دي وانا شغال او اغيرها خالص كده بوزت للدنيا اوكي دي غلطة برضو كويسة انها حصل عشان برضو اا لو حد واعت معا الموضوع ده يبقى فاهم الموضوع مش زيء ما تغيرش دول خالص اا المهمة هي كتت وسطت ليه يعني لمرحلة كويسة طيب لو ما نفعش لو انا ما خدتش النتيجة الكويسة من الكات طبعا انت هتاخد منها انتيكا حلوة اوي اوي في العضلات الصريحة زي البطن والدرق والدهر هتاخد منها نتيجة كويسة جدا يعني ده مسلا عشان بيتيني شوية ودي عشان عضلات دي بتيتيني شوية عن المسار بتاعها فممكن تعمل شوية شايف عملت ايه طب افرد انا حصل معايا كده ممكن اعمل ايه والله يعني ممكن نشيل ده خالص وانشيل المصل خالص وانا هستخدم موديفاير تاني اسمه skin morph ده موديفاير بسيط ما فوش ايه مشكلة بس انت محتاج تضيف له البون بس هتضيف له البون البونز بتاعت الدراع بتاعك واللي يكن مسلا هضيف له البون دي بس البون دي اسمها cartridge L او lift R1 اوكي مجرد ما بتضيفها ببص تلاقي في خطة صفر كده ظهر لك لو دغبت هنا الخط ده بيبان اوي طيب الموديفاير ده عبارة عن البداية والنهاية بقول لك بدايتك ايه ونهايتك ايه يعني بداية الدراع بتاعك بعمل ازاي ونهايته بعمل ازاي كويس طيب انا هجيه ريموف دي بون دي خالص وهرجع لاول فريم هاجي هنا وقول له add bon واول واحدة هخط الدراع كله ده الدراع كله او خط اهم خط وخطوط على الزوابع دي كان اسمها بالم ناخد دي كمان هتكف كده انا هطدر دراع كله هاجي بقى على اول فريم او اول فريم اول فريم ده هعمل هاجي واقول له خد لي العظمة دي هبدأ اشتغل على العظمة دي والجزء ده اوكي طيب هقول لك انت بس الموضوع يبقى ازاي لان انا انا مش حل وخالص في المودلينج هي عايزة بس شوية مودلينج يعني يبقى البداية الدراع كده ونهايته هنا طيب يبقى نهايته عند الفريم مسلا مسلا سبعة عشر او عند اتنين وعشرين اوكي طيب يبقى عندك هنا الفريم ده حطناها على اللي هو على ونيجي عند الاتنين وعشرين ونقول له هتبص تلاقي عملك هنا اا من من زيرو كده لمية بين خسينو والحاد طيب بقول لك يعني انت دلوقتي دلوقتي عايز تعمل ايه هتخش على واتفعل تمسك اي من دول هتبص تلاقي فيه كده حواليها تمام لو انت جيت حرقت هبص تلاقي العضعة بقى تتحرك بس بنظام او نظام التنعيد هاجي امسك العضعة دي كده هنا وهنا خلني انا امسك دي ودي ودي بالاربعة دول وخلني ادخل كمان دي ودي وكمان دول ودي كمان الجزء ده عشان لما يوصل الفريم ده يبدأ يطلع فوق او العضلة شكلها يختلف شوية او انا انا عملت وعمل اربعة هاخد لك دول شوية انا خليني انا عايز بس ال vertex او vertices دول تعال نشوف الانيميشن نطلع بالإيد بقى لازم نطلع من ايد الاول نشوف الانيميشن بتاعك بقى عملت زي ده شكل العضل عادي ولما وصلت للفريم اللي انت عايزه بدأت تبقى شكلها كده ده نوع برضو من نظام عضلات ممكن انت بقى تبدأ فيه وطرين طبقات جماعة مش لازم كل حالة تاخدها بالزبط انا بس بفك تلاصم الموضوع بقدر الامكان يعني وانت بقى بتكمل وتكتهد وقل لي وانا لو في اي حاجة ارد على سفسارتكم ان شاء الله كده كمال شكل قدامك بتغير ممكن عند الفريم الاول افكار هنستها مفهوض اعمل ادت كريات مورف هنا وكريات مورف عند 22 اوكي هنا كريات مورف ماشي بتلاقي المورف بتاعك نزل تحت العضمة بتاعتك تمام ببتيجي هنا ده المورف اللي انا عملته عند الفريم او 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 انت بتعمل عند كل فريم عايز يبقى شكل البداية والنهاية يعني بتروح عند الفريم زيرو مسلا اوان وتقول له يبقى ده بدايتي وتعمل وتعمل شكل بتاعتك وبعدين تروح على الفريم مسلا 22 اللي انت عايزه يبقى شكل الدراع مسلا حاجة معينة وتروح اقل له كريات مورف تاني وتروح مزبط الموضوع وتطلع من هخش انا كده على هنا وروح جاي اه واخد ال الاسهم راحت فين الاسهم ساعات الماكس بيعمل كده ماشي كليك يمين نشتغل بقى بالنسب انا مش فكر كانت النسب اه اه او كده كده زد الواي هنا الواي نعلنها نعلنها شوية نفس الحكاية وي نختار دول ونقلل الواي بحس انها تبقى تقريبا مش شكل كده نطلع عن ايدت ونشوف الانيميشن بتاعنا اي وناخدنا الواضع ده تمام يبقى ده نظام العضلات لو انت بقى عايز انا يعني اا مش عايز اخش او في حيط الموديلينج دي انت ممكن تزبط لو انت موديلر بقى تزبط اا عشان بس وقت المحاضرة تزبط شكل الدريع اكتر من كده واحسن من كده في كل بقى العضلات مفيش مشكلة ده بقى خلاص انت مواخد سكين مورف على الدراح كله ممكن تعمل زي ما انت عايز تشكل عضلاتك بقى زي ما انت عايز ولو عايز ريفرنس ليك افتح جوجل وقول مسلا او اا بادي بيلدنج او اا اا بادي بيلدنج ما امني هيجيب لك شكل العضلات وتبدأ انت بقى اا تشكل العضلات زي ما انت عايز اتمنى اتمنى اني اكون وفقت في اا الدورة البسيطة دي وان شاء الله ربنا اا ينفعنا بينا كلنا يجعلها في مزان حسنتنا ويتقبلها منها ان شاء الله ويجعلها فتحة خير على الناس اللي طلبة المجال ده كان معاكم استاذ وريدي المعدة من gfx academy.net والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته